اشتركوا في القناة وكيف نطورها وما يمكن فعله حتى نعزز التعاون بين كلا بلدين وكيف نعزز الاقتصاد والتجارة ومستوى التبادل بين البلدين وحتى زيادة أعداد السائحين أولاً أود أن أتقدم بالشكر الكبير لمعلي السيد الرئيس الوزراء على وجودنا هنا اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة والتي توضح أن الأحلام يمكن تحقيقها أنا أعرف هذا لأن لدينا مثلها في بلدي الناس لا يدركون ضرورة هذه الأشياء منذ اللحظة الأولى ولكن فيما بعد يفهمون كل شيء بعد مرور عدة سنوات كما حدد في بلغراد في سربيا مع بعض مشروعاتنا يشرفني ويسعدني وجودي هنا ويسعدني كثيراً أن أرى هذا العمل الرائع من جانب المصريين من المهندسين والمطورين والعاملين هنا وأستطيع أن أقول أننا بالطبع ندرك ونقر أن هناك مرحلة جديدة بين بلدينا الصديقين صربيا ومصر هناك الكثير أمامنا لنفعله هناك الكثير ليتم فعله في المستقبل بين مصر وصربيا وأتمنى أن نكون قادرين على تحقيق كل هذه الأعمال بالشكل الأمثل ندعوكم بالطبع كدولة وندعوكم ندعو الشركات المصرية للمشاركة في المنتدى القادم في 2027 لكي نرى الشركات المصرية وكيف ستشارك في بناء مختلف المشروعات هناك بعضكم قد أتى بالفعل إلى بيلغراد واتفقنا على ما يمكن فعله في أعمالنا المشتركة بين مصر وصربيا ويساعدني أن أرى أن بعض هذه الشركات قد أظهر تهدماما كبيرا بالفعل بالعمل هناك لا أستطيع أن أضحط الحقائق من شكوى بعض الناس من قلة وسائل التواصل بين مصر وصربيا ولهذا على الأقل يجب أن يكون هناك بعض قنوات الاتصال ولهذا أقول أن تيران سربيا سيقوم باستئناف رحلاته بين بيلغراد والقاهرة بأسرع وقت ممكن في غضون أسابيع ربما شهرين فقط لا غير ومرة أخرى نعيد بناء قنوات الاتصال والصلاة من أجل بناء علاقات أفضل بين مصر وصربيا وفي الوقت ذاته يجب أن أصحح بشكل ما قاله الصديقي ومضيفنا العزيز نحن نتوقع على الأقل أكثر من 4% نموا اقتصاديا لأن صندوق النقد الدولي يقوم بتحديث تقييماته بشكل مستمر نتحدث عن نمو اقتصادي أكبر بكثير ونتمنى أن نكون قادرين على خلق بيئة عمل مناسبة تؤدي إلى نتائج مثمرة أفضل في المستقبل ليس من السهل أن يكون هناك استثمارا مباشرا بيننا تحت هذه الظروف بينما هناك مشاكل تحدث حول العالم ومعدل النمو الذي يختلف في الاتحاد الأوروبي وأصبح أقل مما كان عليه وهذا بالطبع ينعكس على الموقف في سربيا ويمنعنا بالطبع من القيام ببعض الإجراءات الأخرى في الوقت ذاته في الواقع أنا أؤمن أن الأسواق المفتوحة والتي تقوم الحكومات بإنشائها والتعاون بين الرؤساء وسيسعدني كثيرا أن التعاون بيننا وبين الحكومة المصرية يعمل بشكل ناجح ونحن في سربيا نعمل على الجانب الآخر بنفس الطريقة الدؤوبة والمكتهدة للوصول إلى أعلى المعدلات نعمل على أسس صلبة لزيادة معدل التبادل التجاري بيننا وأؤمن أيضا وسأنهي كلمتي هنا لن أخذ أكثر من هذا أن الدول المستقلة القوية يجب عليها أن تتواصل فيما بينها وتظهر اهتماما أكبر للتعاون فيما بينها لأننا لا نهتم فقط بالمشاكل التي يمكن أن تحدث بل كيف يمكن أن تؤثر هذه المواقف على دولنا ومنطقتنا وكيف يمكن أن نستفيد من هذه الظروف وما الذي يمكن أن نحصل عليه ونحوزه فالأمر لن يكون مشروطا بشيء أو بطرف آخر لكي نحدد هذه الأعمال ونواجه هذه المشكلات الصداقة الموجودة بيننا والتعاون والاهتمامات المشتركة هي من أجل رفاهية شعبينا وأؤمن أيضا أن هذا هو التعاون المطلوب أؤمن أن رؤية الرئيس عبدالفتاح سيسي وعمله الدؤوب وعملكم الدؤوب معالي رئيس الوزراء أمرا واضحا وأؤمن بنا أيضا أؤمن بأحلامنا الخاصة التي بدأنا تحقيقها بالفعل ويجب أن نستمر في الحلم وأن نكون قادرين على القيام بما يمكننا فعله دائما وأن نركز على نشر السلام في أنحاء العالم الذي أصبح كلمة محرمة في العامين الماضيين سواء في هذا الجانب أو على الجانب الآخر وأقول هنا لن نتحيز لأي جانب نود أن نرى السلام يعمى العالم والرخاء والاستقرار كذلك ولا نطلب أي شيء آخر لا نود أن نرى أي صراعات سياسية بين الطرف وآخر أبدا في أي مكان في العالم لا يهم إن كنا بلد كبير أو صغير نحن دائما على استعداد للحرب من أجل للقتل من أجل حريتنا ومن أجل الحرية والاستقلال وللناس العادية التي تأخذ قراراتها بأنفسنا هذا هو ما يهمنا أكثر من أي شيء وعندما نقوم بهذا ندرك ما يهم مصر أكثر من أي شيء بالنسبة لنا وسنكون قادرين على أن نرى سربيا هذا البلد الصغير صديق حقيقي وجسر كبير للتواصل بينكم وبين الاتحاد الأوروبي وأن نكون شركا كبيرا لمصر شكرا جزيلا على استماعكم لنا شكرا